لا بد لنا من العلم ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية من أين جاءت كلمة قنبلة وما هي الأمور التي تصنف الدولة على أساسها دولة فاشلة وما قصة كسرى والمزارع الشيخ وما ثمن كلمة زهر نحدثكم عن بلها وبينما وفيما وعن الناسوخ المنسوخ وعن إحدى أردأ العبارات التي يرتكبها المترجمون وعن حياك وبياك ونحدثكم عن مئة شيء آخر مرحبا بكم الواو حرف علة له في النحو والصرف شأن وكثيرا ما يقلبه جيراننا في إيران وتركيا إذ يصادفون في كلمة عربية إلى ثاء بثلاث نقض وهذه سمة في لغات عديدة في الشرق والغرب من الهند إلى ألمانيا الولاية فيلاية وماروة ميرفت وواجن فاجن الواو تختفي من بداية الكلمة أحيانا وصل نأخذ منها صلة ووصف تصبح الصفة في العربية نقول جاء محمد ومحمود ومسعود بحرف واو بين الكلمات في الإنجليزية أيضا يقولون مثلنا عندما يتحدثون يضعون واو بين الكلمات التي يعددونها ولكنهم في الكتب خصوصا الأكاديمية يعددون الأشياء مع الفواصل ويذكرون حرف العطف في آخر معدود ونقلدهم في العربية والأمثل أن لا نقلدهم فالواو في العربية صغيرة كأنها الفاصلة وطبيعية أكثر هناك ظاهرة أعتقد أنها سيئة هي أن الكتاب يضعون الواو كثيرا في بداية الجملة لا يكادون يبدأون جملة إلا في بداية هواو ربما السبب أننا تعودنا على الثرثرة فنحن نكتب الجملة ثم نشرحها ثم نعقب عليها يحسن بالكاتب بعد أن ينتهي من مقاله أن يعود إليه ويقرأه فيشطب ثلاث كلمات من مواضع كثيرة الكلمات هي جدا وقد والواو المقصف الكافيتيريا أو مطعم المؤسسة أصلها من قصفة كان القدماء يجلسون في مجلس الشراب يتسلون بقصف الرياحين ووضعها وراء آذانهم والتراشق بها قصمه كسره والقشة التي قصمت ظهر البعير بالصاد قصمت هي المشكلة الصغيرة التي أضيفت إلى كثيرات قبلها فأدت إلى كارثة أقض هذا الأمر مضجعي أزعجني والقبض الحصاء الصغار فكأن هذا الأمر جعل القبضة في فراشي قفلة رجع من سفر القافلة مجموعة جمال في سفر فإن كانت آيبة فهي قافلة على الحقيقة وإن كانت ذاهبة فهي قافلة أيضا تيمنا بعودتها سالمة القنبلة المقذوفة المعروفة والجمع قنابل في الأصل في الجاهلية القنبل دفعة الخيل المهاجمة والجمع قنابل قوس قزح قوس السماء يظهر قوس قزح في الشتاء عادة ومنعوا قزح من الصرف للعدل والعالمية قالوا إن قزح هو الشيطان وقالوا بل هو ملك ثم قالوا بل هو ملك من ملوك العجم وقيل هو اسم جبل لجنة اللجنة مجموعة أشخاص يكلفون بدفن مشكلة والجمع لجان وفي الأصل اللجن وهي كتيبة رومانية بين ثلاثة آلاف وستة آلاف من الجنود لعق بالكسر لحسى بالكسر أيضا وأداة اللعق الملعقة ما هب ودب حرفيا ما هب مع الهواء من طير وما دب على الأرض من حيوان المقصود الجميع ما تحتف أنفه أي على فراشه بلا قتل ولا حرق ولا غرق قال الزبيدي إنهم توهموا أن روح القتيل تخرج من جراحه وروح ميت الفراش من أنفه مع آخر الأنفاس فلعله من هنا جاء التعبير الدعاء زعمة ويتنبه المحرر في معالجة نص المترجم إلى أن الدعاء قد يقصد منها قال لا غير فقد درجت المعاجم الإنجليزية العربية على وضع كلمة الدعاء مرادفا لكلمة كليم ولكلمة أليج لكنهما تعنيان في السياق الإخبار غالبا قال لا غير الأعمال العدائية عبارة مترجمة تستعملها الوكالات الأجنبية في جملة كهذه منذ بدء الأعمال العدائية في العاشر من الشهر الجاري لم تتوقف الجهود الدبلوماسية الأنسب الاشتباك اللسانيات والألسنية كلمتان مترجمتان باختصار قالت الإنجليز linguistics بصيغة الجمع فترجمناها بصيغة الجمع إلى لسانيات نحن نقول فقه اللغة الدبلير في صناعة السينما الذي يؤدي الحركات التي لا يتقنها بطل الفيلم في العربية هو البديل المشروبات الروحية ترجمة حرفية سقيمة وقديمة نسميها الخمور العقاب الجماعي ترجمة ببغائية وفيها فوق ذلك تهوين من شأن الجريمة بتسميتها عقابا فالعقاب يأتي ردا على ذنب وعندما تسقط طائرات نظام المتفجرات على بيوت المدنيين فهذا جماعي حقا لكنه ليس عقابا نقول التنكيل الجماعي السؤال الافتراضي سؤال يوجه مذيع إلى سياسي كقوله لو تم فعلا حل البرلمان هل ستشاركون في الانتخابات المقبلة وكثيرا ما يكون الجواب لندع جانبا الاسئلة الافتراضية ينصح المذيع بتجنب مثل هذه الاسئلة مع الساسة أو بتغليفها المادة الاستقصائية في الاعلام التحقيق الصحفي أو الفيلم الوثاقي الذي يكشف الكثير من المخبأ ويعمل فيه الصحفي عمل رجل المخابرة مادة اعلامية مهمة يلملم الخيوط ويفحص القرائن والأدلة هذا نوع نادر لصعوبته ولحرص جهات عدة على اخفاء الحقيقة وسيلة الاعلام الناعورية هي الراديو والتلفزيون أساسا ومن نقائصها أنك لا تستطيع القفز من الخبر إلى خبر آخر ترغب في سماعه دون أن تمر بكل الأخبار التي في الوسط كالناعورة تعطيك دلوا فدلوا وليس لك أن تستبق ومن مميزات هذه الوسيلة أنها تؤنسك بتوالي الأخبار والبرامج تقدم لك صورة مكتملة عن منطقتك أو عن العالم وسيلة الاعلام بوصفها مصطرة تمثل نشرة الأخبار التقليدية في وسائل الإعلام ليس فقط مجموعة من الأخبار والمعلومات بل مصطرة يقيس بها المتلقي أهمية الأخبار وجدتها من خلال طول الخبر وموضعه من النشرة وطريقة معالجته مثلت إذاعة لندن في عصرها الذهبي لكثير من المستمعين العرب تلك المصطرة وكانت تعي هذا الدور الحفنة هي ملء الكف مفتوحة والقبضة ملؤها مقبوضة حوشي الكلام هو الوحشي أيضا المفردات المهجورة المستكرهة غير المأنوسة في تعريف مشهور لماكس فيبر الدولة هي الكيان الذي يحتكر ممارسة العنف المشروع فإن كانت إمكانية استعمال العنف موجودة عند الدولة وعند غيرها داخل البلد فالدولة سرعان ما تقول إلى مجرد الطرف في نزاع وتصبح فاشلة وسميت الدولة دولة لأنها تدول أي تنتهي وتأتي دولة أخرى مكانها دهش وشدها فوجئة هذا أمر مدهش مفاجئ وغالبا سار ووقف مشدوها أمام المنظر مدهوشا ومتحيرا ومبلبل الفكر ربان وربابنا قبطان وقباطنا وغلبت القبطان على قائد الطائرة والربان على قائد السفينة والكلمتان تتبادلان المواقع ساهم وأسهم الفرق بين الكلمتين طفيف وتتبادلان المواقع ومع تطور اللغة سنرى أن أسهم بدأت تتجه إلى معنى يبتعد عن ساهم هكذا تتطور مفردات اللغة شاد يشيد بنى فالبناء مشيد وكذا شيد ويشيد فالبناء مشيد كلمتان تتبادلان المواقع عندما نتحدث عن العمارة ومجازا نقول شاد لنا الأقدمون صرح عز وكرامة فهنا لا تصلح شيد يشاد سفه يسف سفا بلعه مسحوقا والدواء المسحوق سفوف وأسف الطائر طار على ارتفاع منخفض وأسف المتحدث هبط في مستوى خطابه إلى دنيء من القول فكان منه الإسفاف شهر يشهر سيفه فهو شاهر سيفه أبرزه من غمده وشهر العقد شهرا أذاعه ومن هنا تسمية دائرة توثيق العقود بالشهر العقاري وأشهر أبرز أشهر إسلامه أعلنه وكذا أشهر زواجه وبعضهم نقول له أشهر إفلاسه صه معناها أمسك عن هذا الموضوع وصه بالتنوين أسكت عن كل موضوع بدأ يغتاب خصمي فقلت له صه ثم اغتاب صديقا لي فقلت له غاضبا صه عشية المؤتمر أي قبله بيوم والعبارة مترجمة وعكسها غداة المؤتمر أي بعده بيوم قال عشية الانتخابات إنه سيخفض الضرائب وغداة إعلان فوزه قال إن الأمر سيعرض على الجهات المختصة التسرب في فصح القواميس يكون إلى الداخل والتسلل إلى الخارج تسرب داخلا إلى القاعة ثم تسلل خارجا منها قبل انتهاء المحاضرة وقال نزار ما دخل اليهود من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا ما زلنا نعرض لمفردات اللغة وأساليبها وبقي لدينا أث أباء والهياط والمياط اللغة العالية النسوخ الفاكس وقد نسخه الإيميل ولمن يسمعني من الشباب أقول كنت أعمل في جريدة الشعب بالقدس وجاءني خبر يقول اخترعوا جهازا يجعلك تستطيع أن ترسل رسالة وحتى صورة عبر خط الهاتف واستهولت الأمر أين الفاكس الآن اهتبل الفرصة اغتنمها وانتهزها آية أي علامة وقل ما استخدمت في الصحافة بهذا المعنى ستؤمم الحكومة البريد على الأغلب وآية ذلك أنها كلفت لجنة بدراسة ربحيته نقول اليوم بح صوته والصيغة القديمة بح صوته والبح بضم الباء غلظة في الصوت قد تكون محببة ونقول الشخص أبح وصوته مبحوح بلها معناها دع لم يلتزموا بالهدنة بلها الاتفاق بكل بنوده بين بين نحن في الطريق رأينا طفلا تائها هذا أسلوب قديم اليوم نقول بينما نحن في الطريق ويقولنا اليوم فيما فيما تتوجه البعثة إلى المجر أعلن إرجاء التصويت على هذا القرار وبودي أن أسل الذي اخترع فيما كيف غابت عنك بينما تسنم الرجل الجمل اعتلا سنامه كانوا في القديم يتسنمون الوزارة وهم الآن يتسلمونها تفطر القلب وانفطر تصدع إذا السماء انفطرت أي انشقت تقفعت الأصابع تيبست وتشنجت من البرد أو الضرب قيل تقفعت أصابع داذويه عندما ضربه السلطان لاختلاس فلقب المقفعة وكن يا روزبة ابنه ابن المقفعة وأسلم روزبة وتسمى بعبد الله فهذا عبد الله ابن المقفعة تهيد تمهل ظننتها كلمة ميتة حتى رأيتها على شاخص في بلد عربي فقلت بخن بخن وبخن بخن عبارة استحسان عربية قديمة وزه عبارة استحسان فارسية عتيقة فإذا قالها كسرى لأحدهم فترجمتها ألف دينار رأى كسرى رجلا هرما يغرس فسيلة زيتون فقال له هذه تثمر بعد ثلاثين سنة فلماذا تغرسها قال الرجل غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلهم فقال كسرى زه الثؤباء معدية قال المعري تثاءب عمر إذ تثاءب خالد بعدوى فما أعدتني الثؤباء يقصد أبو العلا أن غيره تزوج وأنجب محاكيا عامة الناس لكنني أنا لن أتزوج ولن أنجب وهكذا كان والكلام عن المعري ومات عمر وأولاده وخالد وأولاده وما زال أبو العلا المعري حيا جمعوا الأرض على أراضون لكننا نجمعها اليوم على أراض على غير قياس نقول المجلس أجرى تصحيحا للأوضاع ونؤثرها على صح الأوضاع السبب أننا حرصنا على إراد كلمة تصحيح بصيغتها هذه فلها مغزا خاص في سياق ذلك الحدث وعلى هذا فاستخدام صيغة أجرى كذا له مسوّغ نقول يجري تسويق الخدمات السياحية فلماذا نقول يجري تسويق ولا نقول تسوّق السبب الرغبة في الفرار من المبني للمجهول ونقول يجري إعداد البرنامج الجديد للعلوم فلو قلنا يعد المنهاج أو البرنامج الجديد للعلوم لظن القارئ أن الجملة لم تكتمل ولعله يسأل يعد ماذا متطورا أو متخلفا ونقول أجريت انتخابات عامة في فرنسا فلو تحذلقنا ورفضنا أجريت وقلنا انتخب في فرنسا لضاع من الجملة مصطلح سياسي هو انتخابات عامة للمدققين اللغويين رجاء لا تصدروا فرمانات بمنع تم وجرى تغلغلوا أكثر في روح النص لو سمعتم اسم بلا همزة وأسماء بهمزة وبتنوين الاتباع أسلوب تتعاقب فيه كلمتان ثانيته ما تشبه الأولى وتؤكدها فلان عفريت نفريت وترك المدينة خرابا يبابا ونقول حدث هياط ومياط أي جلبة وضجة وهاج الشعب وماج وتفرق الناس شذرا مذر عند إلقاء القنابل المسير للدموع نقل أبو حيان في البصائر أن الكلمة الثانية في الإتباع هي كلمة يشد بها الرجل كلامه الاتفاق الإطار اتفاق على خطوط عريضة مع إرجاء التفاصيل إلى مفاوضات لاحقة العبارة على أسلوب وصف الشيء بمادته فكأنك تقول الاتفاق الذي هو إطار الأسرى العائلة والروابط الأسرية أو الأسرية الكلمتان صحيحتان الإشمام في النطق إدخال حركة على حركة كإشمام الكسرة صوت الضم في كلمة مثل بيع هي بيع ونجعلها بيع الإمالة الخروج عن الفتحة إلى شيء بين الفتحة والكسرة في تلاوات القرآن وخصوصا في قراءة ورش والضحية بدلة والضحاء ومن غريب اللهجات أن بعض الناس يضعون على الحرف فتحة وضمة وكسرة وينطقون ذلك مرة واحدة وببراعة تسمع الشامي يقول لك أنا حر فكيف تشكلها الفصحة فيها حر بضمة وحر بفتحة وفيها لهذه الكلمة كسرة واضحة أيضا فأما أنا حر فهي بالفتحة والضمة والكسرة نعود من حيث أتينا هذه لندن بساعتها المشهورة وساعة بيكبين صامتة حتى عام واحد وعشرين للصيانة ولندن كبرى المدن البريطانية وإستنبول عندما أجد صورتها وهذه هي كبرى المدن التركية أما واشنطن التي يهيمن على أفقها مبنى الكابيتل مستضيفا مجلسي الشيوخ والنواب فهي مدينة صغيرة هل هذه الصورة أم الانعكاس فهي مدينة صغيرة بالقياس إلى نيويورك وشيكاغو مدينة واشنطن في المرتبة الثانية والعشرين في مدن الولايات المتحدة وهي ليست مليونية نعود إلى المدينتين الكبريين في بلديهما لندن وإستنبول نقول لندن هي كبرى المدن البريطانية ونقول هي أكبر مدينة بريطانية قبل صيغة الجمع نستعمل المؤنث كبرى المدن وقبل المفرد نستعمل المذكر أكبر مدينة ونقول خديجة أولى المسلمات وخديجة أول مسلمة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة